إخوتي وأخواتي يعني الكتاب واضح بقول في البدء خلق الله السماوات والأرض بتعرفوا بالأمان أنا بحكيها لما بقرأ سفر التكوين لصاح الأول أنذهل من جماله ومن قوة وسلطان الكلمة اللي بتعطيك يعني أساس كل شيء ومصدر كل شيء بشكل واضح جدا بدل ما أنه نتخبط في نظريات لأول ولآخر وكل يوم بيطلعوا لنا بفلسفة ونظرية جديدة وملهاش براهين مثل ما حكى أخونا دكتور ناجي وأنا بدعوك أنه فعلا هذا الشيء يعني في قلبك موجود والقلمة قريبة منك ولما بتدرس حتى الحضرات القديمة مثل المصريين القدماء أنه كان حتى فرعوني عد لبعد الموت يعني كان فيه إشي في داخله زي ما بيتكلم سفر الجامع ووضع الأبدية في قلبهم فيه إشي في داخله عم بيجذبوا أنه لحياة بعد الموت فتخيل أن هاي الشعوب القديمة اللي كان عندها الايكيو بتهيأ لي ممكن أعلى منها شوية اليوم لأن نحن اليوم نعتمد على هذا في كل شيء فأنا بدعوك فعلا تقرأ الكتاب المقدس وتتعرف على الله من خلال الخليقة ومن خلال الأنبياء ومن خلال الكتاب المقدس ومن خلال النبوات وأهم شيء من خلال الرب يسوع المسيح لما أنت بتدرس حياة المسيح أنت أمام الله أحبائي أنت أمام الله بدون أي شكل أدعوك أنك تقبل يسوع وتعيش ليسوع والرب يحررنا من كل أفكار شازة في اسم الرب يسوع أمين ترجمة نانسي قنقر